بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيب واركا فيه والصلاة والسلام على أشهركم السيد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معين رب الشرح لي صدر ويستر لي أمري ووحمي العقب الثاني قو قولي ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلد أمر منك روف الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذن أمر الإنسان عجيب كما بين الإمام الغزار رحمه الله ولازلنا نقرأ من كتاب ذنب الغرور هذا الإنسان يستنزل الطير يستنزل الطير وهو محلق في العالي ويستخرج الحوت السمك من أعماق البحار بل حتى الحوت الضخم ويقتنس الوحوش ويستخرج الذهب والفضة والكوبلت والنحاس والقصدير واللبدكية ويدجن الحيوانات العظيمة كالفيلة ويعمل أقمشة الحرير من دودته من ورق التوف من دودة القز ويصنبط الحيل ويعرف مقادير الكواكب اليوم وصل وصل قال وكل ذلك لأن همه أمر دنيا وذلك معين له على دنيا الطائرة السبعمية وسبعة وربعين فيها حوالي مليوني مليوني قطعة انظر إلى الذي صمم هذا اليوم هو رجل عجوز جدا إذا ظل على قيد الحياة مليوني قطعة صمم وفيها مليوني قطعة وسط ما بين الحربية والمدنية وسرعات قطار هائلة وكأنه طائر صحيح 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 لكن حينما توصل مسألة إلى قضية الدين فلو أهمه أمر آخرتين فليس عليه إلى شغل واحد يعني نشتغل كل يوم أشغال عديدة كل يوم نشتغل أشغال عديدة فلو أهمه أمر آخرتين فليس عليه إلى شغل واحد وتقويم قلبه تقويميش قلبه إلا من أطلعه بقلبا مسألة فعاجز عن تقويم قلبه وتخاذل يعني يقوم بنقل الجبال ويفكرون بنقل الجبال من الجليد ويعملون السفن الهارية والطائرات الطائرة تحمل الأحمال الثقيلة العجيبة وتطير وتطير وناكن حينما تصل إلى هذه المضغة لا يريد أن يشتغل لا يريد أن يصلح هذا القلب يتخاذل يعجز يقول هذا محال مستحيل وما الذي يقدر عليه وليس ذلك بمحال لو أصبح وهمه هذا الهم الواحد بل هو كما يقال لو صح منك الهوى أرشدت الحيال لو صح منك الهوى أرشدت الحيال لو بدك لو بدك من تفلال ومن يريد الحسناء لم يغله المهروم بس تكون صادق أنت في المحبة وفي الإرادة كبعض الشباب قد يشيب ويقول لك أنا أريد أن أذهب إلى الجامعة أنا أريد أن أدرس ولم يتخذ خطوة عملية جادة بالدعم المزرعة وهو مزرعة مزرعة أغناب وأبقار وهو لا يقوى على رائحة المخلفة نشئ نشئ في المدينة بين الورود والريحين فتى مدلل بدك تعمل كذا فرق كبير جدا بين التخطيط المطلوب خطت لي يومك للغد يعني خطت لي أسبوع خطت لي شهر خطت لسنة تخطيط طويلة كأنك تعيش أبدا سبحان الله أما لو وصلنا وقلنا يا فلان عليك بهذا القلب أول جواب سنقول أنظر إلى فلان ما هي فلان ما هي هذا فلان فهذا شيء لم يعجز عنه سلف الصالحون ومن اتبعهم بإحسان فلا يعجز عنه أيضا من صدقت إرادته وقويت همته بل لا يحتاج إلى عشر تعب الخلق في الصنبات الحية للدنيا ونظم أسبابها فإن قلت فقد قربت الأمر فيه بعد أن أثرت في ذكر مداخل الغرور فبما ينجو العبد من الغرور ما المخرج ما الحيلة فاعلم والجواب الغزالي رحمه الله أنه ينجو منه بثلاثة أمور بالعقل والعلم والمعرفة فهذه ثلاثة أمور لا بد منها أما العقل فأعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلية التي به يدرك الإنسان حقائق الأشياء وكأن الإمام الغزالي يقول لك الدماغ شيء والعقل شيء آخر وهذا صحيح وكم من الناس من دماغه موجود ولكن أبعد ما يكون عن أن يعقل مرحان الله والدماغ ماله موجود فالفطنة والكيس فطرة والحمق والبلادة فطرة والبليد لا يقدر على التحفظ من الغرور قال والحمق والبلادة فطرة على أصل الشيء ولا نقول عن من اختار أن يكون بليدا هناك درجة الذكاء معينة هيك نصيبه من هذه لا حول ولا قوة إلا بالله والذي اختار للبلادة هو الحمق يعني بكلمة واحد التياسر هذا لا نقول أنها فطرة فيه هو اختار هو اختار والأصل فيها أن تكون كيسا فطنا حاذقا متنبها لا يلغ المؤمن من جحر واحد مرتين من جحر الاستشراق ومن جحر الاغتراب حدث عن اغتراب ليست الجغرافيا حال ولا عن الغربة التي هي تمدح لكن هو قضية أن يتبع خطى القوم حتى لو دخلوا جحر الضب لا دخلتموه والصنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول لغرض والبريد لا يقدر أتحفظ من الغرور فصفاء العقل والذكاء الفهم لا بد منه في أصل الفطرة وهذا إلا يفطر عليه الإنسان فاكتسابه غير ممكن يعني درجة الذكاء كما نسمى اليوم إذا ما كانت موجودة في الأصل انتهى إنما هي في حد ذاتها أيضا لا تكفي عند أصحاب الإختصاص درجة الذكاء في حد ذاتها لا تكفي أنت بحاجة إلى تنميتها أنت يعني الذي لديه درجة الذكاء عالية ولكنه عوم المعاملة سيئة ثقافتك تقول له أنت لا تصلح لشيء آمنت بالله آمنت بالله نعم نعم حقيقة التوحيد عند الإمام الغزالي أن ترى كل شيء من الله عز وجل نعم والعقل أيضا والعقل أيضا والأمور إما في طبيعة الإنسان أو اكتساب إما في طبيعة الإنسان فطرية أو مكتسبة نعم فطرية وإما مكتسبة مثلا القدرة على اللغة فطرية وتلك اللغة بعينها مكتسبة إلا في حق بعض الناس منه المسيح عليه السلام لأنه تحدث عند الولادة فناداها من تحتها ألا تحزني فتجعل ربك تحتك سريع وهزي إليك بجيط النقلة ليس فقط لغة ومفاهيم كان نبيا كان إيش نبيا عبد الله أتاني الكتاب واجعل النبي ليس سيجعلني نبيا حينما أبلغ انتهى وسيدنا آدم عليه السلام وعلم آدم اسمها كلها وأي طفل ورد ذكره أنه تحدث كذاك الذي تحدث مع أمه فهذا يكون قد عيش أنطقه الله واضح إنه من بقية البشر المليارات السمانية الموجودة اليوم اكتسام اللغة ما لها؟ اكتسام قالوا عن الكتبة الكتاب في اللغة الإنجليزية قالوا اللغة الإنجليزية فيها نصف مليون كلمة الكاتب يعرف حوالي مئات ألف من الكاتب المؤلف يعرف حوالي مئات ألف منها واللغة العربية ثلاث طبعاء نكاد لا نعرف إلا مفردات نشرة الأخبار اتعدنا قالوا عن محمود درويش والله أعلم أنه كان يقرأ صفحة من لسان العرب كل يوم الله أعلم لكن لابد من حصيلة لغوية هناك قضايا في الفطرة مثلا معرفة الرضيع الرضاعة هذه الفطرية قالوا كيف بدك تعلم أنت واحد ولد للتاوب تقول له إيش شايف هذا شو بدك تقول له نعم إذا حصل أصله وأمكن تقويته بالممارسة في أساس السعادات في أساس سعادات كلها العقل والكياسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو لم يقل بالمعنى المطلق الحديث لا يصح في ضعف وكأن حديث العقل فيها إيش ضعف تبارك الله الذي قسم العقل بين عباده أشتاة نعم آمنت بالله العقول هذه أرزاق إن رجلين ليستوي عملهما وبرهما وصوموهما وصلاتهما ولكنهم يتفاوتان في العقل كالذرة في جنبي وحد وحد حدث أنت عن جبل طويل كيلومترا وعالي ضخم الظرة في جانب أحد لا شيء يعني يختلف عقلان بهذه الدرجة يحدوهما لديه ذرة والآخر لديه جبل هذا أحد يحبنا ونحبه مستوى مختلف من العلاقة مع الكون مع البيئة وما قسم الله لخلقه حظا هو أفضل من العقل واليقين إذا ذهب بالعقل ذهب رفع عنه قلب ولكن أي معيشة لا يحقق استخلافا في الأرض ولا رسالة لديه لا يحقق استخلافا في الأرض ولا رسالة لديه والخلافة في الأرض هي ليست الخلافة السياسية وإن كانت منها لا هي سياسة واقتصاد واجتماع وأدب وفن كل شيء إيجابي في هذا الكون خليفة عن أبي الدرداء وسيتبين لنا هو ليس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله رأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويحج ويعتمر ويتصدق ويغزو في سبيل الله ويعود المريض ويشيع الجلائز ويعين الضعيف ولا يعلم منزلته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يجزع على قدر عقله لا يصح هذا من أحاديث داود بن المحبر رتبته وضع رتبته وضع 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 كتابا في العقل في العقل مما قرأت عنه أنه فيه رحمة من حياته كأنه لحق بالمعتزلة وهؤلاء ممن يرفعون من مكانته العقل بل يحكمون العقل ولعله في تلك الفترة كانت الأدبيات اليونانية قد ترجمت فلسفات ومنها ما يتعلق عند الأفلاطنية المحدثة بالعقل ولذلك الحديث إن أول ما خلق الله العقل لا يصح أول ما خلق الله العقل لا يصح قال عراقي ولما راه من حديث أبي الدرداء وأصلا روية من حديث ابن عمر والحديث ضعف فإذا سمعت داود ابن المحبر كما سنسمع يعني شرحا بعد قليل فأعلم أنه لا يصح وقال أنس رضي الله عنه أثني على رجل عند رسول الله فقالوا خيرا فقال رسول الله كيف عقله رسول الله نقول من عبادته وفضله وخلقه فقال كيف عقله فإن الأحمق يصيب بحقه أعظم من فجور الفاجر وإنما يقرب الناس يوم القيامة على قدر عقولهم وإنما يقرب الناس يوم القيامة على قدر عقولهم أيضا داود بن المحبر وقال أبو الدرداء كان نصر الله سلم إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله فإذا قالوا حسن قال أرجوه وإن قالوا غير ذلك قال لن يبلغ يعني بدون عقل راهد عليه قال واذكر له شدة عبادة رجل فقال كيف عقله قالوا ليس بشيء قال لن يبلغ صاحبكم حيث تظنون قال العراقي رواه البيهقي وضعفهم فالذكاء وصحة غريز تعاقل نعمة الله اللهم أتا اللهم أتا نعم 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 هل يبلغ هذه الحديث نعم هو قال سيد الإمام رحمه الله قال وَبِضَاعَتِ فِي عِلْمِ الحديث المزجاء مجهوعة قليلة قليلة جئنا ببضاعة المزجاء إخوة يوسف عليه السلام قليلة قليلة نعم وفي معنى آخر أمهن مجهوعة أي أنهن لا يريدونها مزجاء فالذكاء وصحة غريص العاقب نعمة الله في أصل فطرة فإن فاتت ببلدته حماقة فلا تدارك لها وأحمق العرب أحمق رجل في العرب قال رجل اسمه هبنق هبنق يعني أحفظ قصتين عن هبنق الأولى أنه لا يصلح لشيء قال أهله لعله يصلح راعيا فأخرجوه مع الغنم ثم ذهبوا يتفقدوه يارو إن كان قد أصلح فراءو قد قسم الغنم إلى قسمين السمان جعلها في مرتع حشائش عالية خضراء يانعة هذه السمان والضعاف العجاف جعلها على الصفاء كما نقول اليوم الصفاء ليه الصخور بالكاد يلمو عليه بعض الطحالب الغنم يبدأ تلحوس تلحوس ما في شيء تقضمه فقالوا هني ما فعلتها قال نقول نصف المقولة لا أقوى على قول النصف الثاني قال لا أفسد ما أصلحه الله هذه الغنمات اسمان هيك ربنا خلكها بخربها ومرة أراد أن يميز نفسه عن أخيه فلبس قلاده حتى إذا قام من النوم سلسان حتى إذا قام من النوم يعرف أنه هو بالقلاده قام من النوم وراء ناس فكيف يعرف أنه هو فلابد من أيش قلاده يعرف بها فحينما نام أخذ أخوه القلاده ولبسها فحينما قام فبنق من النوم قال لأخي يا أخي أنت أنا لن لبس القلاده أنت أنا فمن أنا أنت أنا فمن أنا هذا كان أحمق العرب هذا كان أحمق العرب على ذاعة مصرية في الصفحيان عنها فبنق من النوم أو على كل أو وحد إذا عاد والمشكلة ليست في أنه كان هناك يوم من الأيام في التاريخ رجل أحمق إن كان أحمقا كما ورد فمعذور الحمق داء ما له دواء عما من استحمق أيها هذا فإن فاتت ببلدة وحماقة هذه النعم فلا تدارك لها والثاني المعرفة وأعني بالمعرفة أن يعرف أربعة أمور يعرف نفسه ويعرف ربه ويعرف الدنيا ويعرف الآخرة فيعرف نفسه بالعبودية والذل وبكونه غريبا في هذا العالم وأجنبيا من هذه الشهوات البهيمية وإنما الموافق له طبعا هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم فقط فلا يتصور أن يعرف هذا ما لم يعرف نفسه ولم يعرف ربه قل للناس من أنت قل للناس إيش؟ من أنت؟ فإذا جابك جوابا يدل على اسمه فلم يجب إنما من أنت؟ لم أسأل عن اسمك أنت محمد أنت عبد الله أنت صالح هذا اسم فما حقيقتك؟ من أنت؟ من أنت؟ ما هي رسالتك في الحياة؟ ماذا تريد أن تعمل لرفعة البشرية ونفع الناس؟ خير الناس أنفعهم؟ للناس للناس أين هذا التفكير؟ فليستعن على هذا بما ذكرناه في كتاب المحبة وفي كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكر وكتاب الشكر إن فيها إشارات إلى وصف النفس وإلى وصف جلال الله ويحصل به التنبيه على الجملة وكمال المعرفة وراءه فإن هذا من علوم المكاشفة ولم نطلب في هذا الكتاب إلا في علوم المعاملة قال في غير هذا الموضع لا يجوز الكشف عن الذي يكشف عن علوم المكاشفة وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعينوا عليهم بما ذكرناه في كتاب ذنب الدنيا وكتاب ذكر الموت ليتبين له أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة كيف؟ حتى الدنيا ماذا أنت بالنسبة لحجم الكلارضية؟ وحجم الكلارضية لتقدير من تقديرات علماء الفيزيائي الكونية قدروا هناك مئة بليون كرة أرضية بمعنى تشبه شبهها تقدير وقدروا أن هناك تريليوناء مجرة تريليوناء مجرة وفي كل مجرة من مئتين إلى أربعمائة بليون شمس نجم في كل مجرة وحاول كل واحد أمس على وجه الحقيقة قرأت مقالا يقول أنهم حدث عن علماء أهل الاختصاص غيروا تقدير عمر الكون اكتشفوا تتذكروا من الآن ماذا كان التقدير سائدا حتى هذا الاكتشاب الأخير كم أمر الكون؟ كم أمر الكون؟ تقديرا قالوا 13 فارز 7 بليون سنة الآن قالوا 26 فارز 7 تضاعف الرقم تضاعف الرقم طبعا ضوئية فالأرض إذا قررنا الإنسان بحجم الأرض يقول هو يقول يا أرض الشتدي ما عليك أحد وهو ذرة في هذه الأرض والأرض في هذه المعمورة حتى أقل من الذرة حتى أقل من إيش من الذرة سبحان الله يدبر هذا الأمر ولا يدبر الإنسان كيف يعيش ما ينفعه وما يضره بل لعله لو أتى كل حرام أهوى من أن يحل حراما أو يحرم حلالا يعني هو الذي يعتدي على صاحب الشق الله عز وجل هو مصدر هذه المعرفة ثم إذا عرفنا أن هذه الدنيا بهذا الاتساع فكيف الآخرة وهذا الكون فان يعني لا بقاء له لا بقاء لا فإذا عرف نفسه وربه وعرف الدنيا والآخرة صار من قلبه معرفة الله حب الله ومعرفة الآخرة شدة الرغبة فيها ومعرفة الدنيا الرغبة عنها رغبت عنها أم لم ترغب عنها فإنك من قول ألا يقال أسمع بعض الأساتذة أو أئمة ينقل من مدرسة إلى مدرسة أو من مسجد إلى مسجد الموظف ينقل من دائرة إلى دائرة فينقع وهو من قول لمحالة ومحمول على الأكتاف هذا ذكان يعني له نصيبا أن يحمى الأكتاف تقول كيف مقبرة البحر متوسط وهكى لكل إنسان من هذه الألوف التي غارقت في البحر متوسط حملت لا وإذا ذهبت بالمركبة وتاهت في الفضاء أو وصلت إلى المريخ هب أن رجلاً مسلماً ذهب معهم فماذا يصنعون به من يعم من يصلي عليه الجنازة ما يصير أهم أموره ما يصير الله تعالى وينفعه في الآخرة وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نية في الأمور كلها فإن أكل متنا واشتغل بقضاء الحاجة كان قصد منها منه الاستعانة على سلوك طريق الآخرة وصحت نيته واندفع عنه كل غرور من شاء تجاذب الأغراض والنزوع إلى الدنيا والجاه والمال وإن ذلك هو المفسد للنية ولذلك كره الإمام أحمد بن حبل رحمه الله كره التقلل من الطعام إن كان يقعدك يمنعك يؤخرك عن أدائه الوظائف الأعمال العبادات القضية تقوى بها على ينوي بها كذا لما امتحنوا حينما امتحنوا الفضاء المنعيار عابد الحرمين حين وصل لمكة هكذا القصة تقول وضع له من طيب الطعام فأكل من هذا وهذا وذاك كأنهم يمتحنون وكأنه عرف فأجاب قال أطعم جسدك ثم كده فلتعبو فلتعبو وكأنه عرف عاقل الذي يملأ خزان السيارة بالوقود وتظل السيارة موجودة في مرآب السيارات يعني موقف السيارات في كراج أو لا يحمل عليها أشياء يظل السيارة محلها لا يكون إخسارة أحمل عليها الحشبات وكأنه يفوق عليك وكأنه وكأنه وأنت يملأ خزان الوقود لبعث ولكن كنت عليها نعم وحرث وحرث على هذا الجسد بما ينفعك في الآخرة لا ممكن يحرث بغير طائل وصلنا فكريا كما يقولون إلى ما بعد الحداثة حداثة ما بعد الحداثة ما قبل الحداثة عصول وسطة ظلامية ممنوع فيها العلم ممنوع فيها أيش العلم فحينما حصلت النهضة الأوروبية كان فيها نوع من الاعتراض عن الكنيسة التي كانت تمنع العلم والعلماء فأصبح الموقف الكنيسة مركزية الكنيسة في المعرفة ما قالت الكنيسة فهو علم ولم تقل الكنيسة في العصور وسطها في النهضة الأوروبية قالوا الإنسان مصدر المعرفة انسونا من أيش ولازال حتى اليوم الروح السائدة في تلك البلاد هي ضد الكنيسة وبالتالي ترجموها اعتراض على الله عز وجل لا ما بعد الحداثة لا الكنيسة ولا الإنسان ولا يجد الإمكانية للمعرفة ولا يجد ما ولا يجد إمكانية المعرفة وأصبحت مثلا الفنون الجميلة لا تحيل إلا على نفسها بلا معنى بلا رسالة يعني مثلا جمل المحامل لوحة عتال شيال وهو عبارة عن كل إنسان محترم عندنا يحمل هم القضية يحمل القضية على إيش على كتفه على ظهره واضح رسالة الدويك كل لوحة تكاد تكون على القدس والأقصى تكاد ويخرج من المعاني الجميلة يعني تسعر براحة في رسالة في اللوحة واضح رأيت صبية من الصبايا اللواتي يعني اتخذ طريق الرسم قد رسمت قبة الصخرة معوجة مائلة معوجة مشوهة فسألتها كان في معرض في القدس سألتها عن سبب هذا الرسم فقالت هي هكذا ما دام حالنا هكذا الحال أنا أرى أن القبة مائلة والحال هو مائلة هي التي عوجت والأحنا الذين عوججنا لو رأينا فيك عوجاجا لقومنا الباقي عنكم فرسمت حال الأمة وكأن قبة الصخرة تعكس هذا الحال رسالة وإنما قصدي أن أصل نختصر الذين حملوا رسائلهم كثر رغيف الطابون لكن نصل إلى فنان شاب أدعو له بخير لكن كلما نشر عن لوحة جديدة أتألم لا رسالة فيها وهو من المكثرين لا رسالة في أي لوحة من اللوحات لأصل الرسالة تذكر رأيت يوما اللوحة في مكتب في إسطنبول لوحة حرف ألف كأنها واحد رقما وليست الألف كأنها تسعة عجبتني فرأى مدير المكتب أن اللوحة عجبتني فحينما أردت السفر فإذا به يهديني مثلها نث مثلها كيف دبرها من وجابها طلبا من الفنان في مثل هذا نوزخ كثيرة فإذا به يهديني هذه الألف في المطار يفحص من لا يعرف الألف من الياء قال لي سيف يعني جايب لوحة فيها سيف قلت له ألف والله يهدي ستك كل واحد يرى ما يرى يعني إنه بما فيه إيش ينضح حرف الألف قائم والباء قد سجدت منذ أن كانت حرف الألف ناله قائم يصلي في المحرام والباء سجدت منذ أن كانت والحديث عن الأحرف إن شاء الله تتم سبحانك الله وحمدك نشهد الليل نستغفرك ونتبليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام